هذه أبرز العناوين بنعطية يكشف حضوض المغرب في مونديا القطر وإمكانية حضور زيش ومزراوية فوز القجاع يفاجئ خليل زيتش ويعقد اجتماعا هاما مع حجية هذه مدة تغيب سوفيان بوفال عن المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بنعطية يكشف حضوض المغرب في مونديا القطر وإمكانية حضور زيش ومزراوية أكد الدولي المغربي السابق المهدي بنعطية أنه متأكد أن نسخة نيائية كأس العالم قطر ستكون مهمة جدا وضف المهدي بنعطية لقد عشت هناك مع أسرتي ولعبت كرة القدم في مستوى جيد البلد مستعد لتنظيم نسخة استثنائية من نهائية كأس العالم وهذا يسعد جميع العرب ويجعلون نفتخر بذلك بقوة وستكون بطولة مهمة لجميع المنتخبات لم يتبقى الكثير من الوقت لنستمتع بهذا الحادث الرياضي بقطر وأضح العميد السابق للمنتخب المغربي أن أصود الأطلس ستكون أمام منافسة كبيرة بين منتخبات المجموعة السادسة التي تبقى قوية في ظل تواجد بلجيكا وكرواتيا وكندا إلى جانب منتخب المغرب صحيح سنواجه منتخبة قوية لكن بدورنا نتوفر على منتخب جيد بجيل أكثر من رائع ومجموعة متجنسة وقوية وأعتقد أننا سنحقق الحلم ونتأهل إلى الدور الثاني من هذا العرس الكروي العالمي وبخصوص غياب حكيم زياش ونسان مزراوي قال ابن عطية أعتقد أن هذه الأمور تبقى خلافات خاصة وأنا لا أريد أن أخوض فيها لدينا رئيس الاتحاد المغربي لكورة القدم والمدير الفنية وهما صاحب القرار في هذا الموضوع والاختيارات تخصهما كما أنهما الأقرب لذلك لكن أنا متأكد من أن غياب زياش ومزراوي مؤثر لأنهما لاعبان كبيرا أتمنى أن أشاهدهما مرة أخرى مع المنتخب وهذا ما يتمناه جميع المغاربة نحن في حاجة إلى خدمتهم وفي الأخير تبقى اختيارات وكل واحد مسؤول عن اختياراته فوز القجاع يفاجئ خلالوزيتش ويعقد اجتماعا هاما ما حجي ينتظر أن يجتمع فوز القجاع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكورة القدم بنجم الكورة المغربية السابقة مصطفى حجي المقالم منصبه قبل السابيع كمساعد للمدارب الفني البوسني وحيد خلالوزيتش وذلك لأسباب غامضة دفعت الجماهير للتساؤل حول الأوضاع داخل منتخب أصود الأطلس قبل المشاركة في النسخة المقبلة من نهائية كأس العالم قطر 2022 ونقل موقع لاربي الجديد من مصادر وصفها بالخاصة والمقرب من أسطورة الكورة المغربية مصطفى حجي أن الأخير دخل في خلاف ما خلالوزيتش ليقرر المدارب البوسني إبعاده عن أجواء المنتخب الأول قبل المباراة الفاصلة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية أواخر مارس الماضية ووضحت داتو المصادر أن حجية قد تلقت الصلاة من الجامعة لعدم الحديث عن الموضوع في ذلك الوقت لتفادي أي تشويش على رفاق أشرف حكيمي قبل أن يخرج في الأيام القليلة الماضية ليتحدث عن كل ما حدث معه رفقة المنتخب المغربية وهو ما دفع القجع لاستدعائه لعقد اجتماع حول كل الأسباب المتعلقة بعلاقته بالمنتخب الأول وأشار المصدر الداتو إلى أن هذا الاجتماع الذي سيعقده حج مع القجع سيخص الكثير من نقاط الخلاف بين خليل زيتش وعدد من لاعب المنتخب المغربية ما قد يهدد مستقبل المدارب البوسني مع الأسود قبل المشاركة في النسخة القادمة من نهائية كأس العالم خاصة في ذل رفضه عودة التولاتي حكيم زياش نجم تشيس الإنجليزي ونسار مزراوي ظهير الأيمن لناضي آيكس مستردام الهولندية والهدف عبد الرزاق حمد الله مهاجمون الاتحاد جد السعودية وأبعد حجي عن منصبه كمدارب المساعد للمدير الفني للمنتخب المغربية قبل المهاجهات الحاسمة أمام الكونغو الديمقراطية بعد 8 سنوات من شغل هذه المهمة قبل أن يكشف النقاب عن مشاكل كبيرة بالمنتخب الأول في تصريحة إعلامية عقبت أهول أصود الأطلس إلى مونديا القطار يذكر أن فوز القجع سيجتمع كذلك بالمدارب البوسني وحيد خلال الزيتش عند عودته من فترة الإجازة التي يقضيها خارج المغرب في الوقت الحالي للحسم في مستقبله والاتفاق على كل النقاط الخاصة بالمنتخب المغربي هذه مدة غياب سوفيان بوفال عن المنتخب المغربي تأكد بنسبة كبيرة مدة غياب اللاعب المغربي سوفيان بوفال عن ملاعب كرة القدامة وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية إطر الإصابة التي تعرض لها مؤخرا ضد نادي باريسان جارمان في الدولة الفرنسية وكانت عدة تقارير إعلامية قد أشرت إلى أن لعب أنجار فرنسية أصبح مهددا بالغياب عن نهائية كأس العالم 2022 لكن أحدث التقارير نفت كل ذلك موقع أصد الأطلس الناطق بالفرنسية أكد بأن سوفيان بوفال سيغيب لمدة ثلاث أشهر فقط وبهذا سيغيب عن الثلاث مباريات القادمة للمنتخب المغربي لكن الأهم من ذلك هو أن غيابه لمدة ثلاث أشهر فقط لن يؤثر على حضوضه في التواجد في المونديال وذلك لأن هذا الأخير تبقى على انطلاقه أكثر من ستة أشهر وأشار ردة المصادر أن بوفال سيغيب عن مباراة المنتخب المغربي الويدية ضد منتخب أمريكا كما سيغيب عن أول جولتين من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2023 أمام كل من منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب ليبيريا مصدر هذا الخبر أنيس محفوظ شيبو تجاوز الحدود أكد أنيس محفوظ رئيس الرجاء الرياضي رفع المكتب المسير للفريق الأخضار دعوى قضائي ضد يوسف شيبو الدولي المغربي السابق والمحلل في قنوات بانسبورت وانتقد أنيس محفوظ الدولي المغربي السابق يوسف شيبو بسبب التصريحات الأخيرة التي أدل بها في قنة بانسبورت وقال الشيبو في معرض تحليله لمباراة الإياب بين الرجاء والأهل المصري والتي عرفت إقصاء الخضر من عصبة الأبطال المشكلة في إدارة النادي وهي من تتحمل المسؤولي في عملية بيع اللاعبين وتسير النادي مسير رجاء أشخاص فاشلون ولا يستحقون هذا الفريق الذي يتوفر على جمهور كبير في المغرب وإفريقيا هل بهذه الطريقة يسير النادي كبير كالرجاء؟ عيب وحار على المسؤولين الذين يقودون الفريق بشكل غير احترافي هم أناس هاوين وأقزام في التسير وقال محفوظ في إعلال البرنامج جديد على صفحة الرجاء منتقدا شيبو تجاوز للحدود وأوصف قد حي وفيها الشتم هذا وكان منخريط الرجاء الرياضية قد أصدروا بلاغا استعرضوا من خلاله أخطاء المكتب الحالي للفريق بقيادة أنيس محفوظ واصفين أخطاءه بالفادحة ومؤكدين أنهم يمارسون حقهم بتحويل الجميع العام العادي لغير حادي نهاية الموسم الجاري وذلك الانتخاب رئيس ومكتب جديدين هذه أبرز العناوين بنعطية يكشف حضوض المغرب في مونديا القطر وإمكانية حضور زياش ومزراوية فوز القجاع يفاجئ خليل زيتش ويعقد اجتماعا هاما مع حجية هذه مدة غياب سوفيان بوفال عن المنتخب المغربي